لأنه طبعاً عنا ضيفة كتير مميزة الأستاذة سلوة السعدي طبعاً هي مدربة معتمدة في التدريب الشخصي والتطوير الإداري رح تحكي لنا أكبر أكتر عن دور الأسرة في تكوين شخصية الفرد صباح الخير صباح النور كيف حال؟ كيف حال؟ الحمد لله تمام أخبارك سمعتنا ونحن بنحكي عن الشخصيات العظيمة هي سمعتك طبعاً الأسرة لها دور أساسي إذا مو 80% في خلق شخصية الفرد كيف ممكن للأهل يعملوا مثل كنترول على أفكار طفلهم يقدروا يخلوا شخص مبدع ومنتج بس حمد للرحيم طبعاً لو بنخلي أول شيء من الصغر إذا ما تحكمنا فيهم من الصغر مستحيل نقدر نتحكم عليهم أو نسيطر عليهم في الكبر فدائماً يعني نربيهم مثلاً أول شيء يجلنا من الصغر وتكون في وسط بيئة هادئة فيها حب فيها أمان وسط الوالدين يعني في العائلة طيب يمكن اختلاف الزمن بين أيام زمان واليوم صارت تشكل تحدي عند الأهل كيف نحن بدنا نربي أولادنا بطريقة صحيحة أو التربية المعاصرة والحديث اللي بيقولوا عننا وبنفس الوقت ما نخسر أولادنا هو أكيد شيء فرق تعرفين لأننا دائماً مثلاً على أيامنا يوم إحنا صغر كان حياتهم بعدهم يعني آباءنا وهي كانت حياتهم شوي صعبة غير عن حياتنا حين متساهلين مثقفين أكثر فتربيتهم يعني في نصهم أغلبيتهم ما زال على هذا المعتقد إحنا مثلاً انضربنا استوينا مثلاً استلبنا من الضرب مثلاً بالصراخ وهالأشياء كانت تتأثر فيهم بس أحين على جيلنا أحين وحين ثقافتنا تغيرت حتى في التعامل ستغير يعني وماشاء الله فيه فرق يعني عن قبل بين الآباء وبين أحين أحين أكثر ثقافة فأكثر كيف التعامل يعني حتى غيروا وتربيتهم يعني دائماً بعيد عن الضرب دائماً تكون عن طريقة نصيحة بس نحنا كنا مصراحة كنا نسمع الكلام أكثر من جيلة اليوم كانت يمكن الأدوات اللي الوالد بترميهم علينا كانت تجيب نتيجة وطلعنا وناس الحمد لله حاملين المسئولية لكن أحياناً الطفل بيكون شخصية كتير عنيدة صعب التعامل معه أحياناً إحنا بالمصطلح العام يمقول بيجاكرني يعني بيعمل الشي عمداً بيعرف أنه بيغيضني فبيعمله عمداً أحياناً بيكون في أطفال كتير أكتف ما بنقدر نعمل عليهم كونترول كيف نتعامل مع هاي الحالات الفردية الخاصة عند الأطفال اللي هي الوالدة بتحس إنه ممكن صعب تسيطر عليه أحياناً تعرفين أنه حين عنيدين أكثر بنقول لهم صار فيه دلع يعني هم العنيدين أكثر شيء هم الدلوعين وموفرين لهم كل شيء مثلاً بالمبالغة لازم في حل وسطية البكر وآخر العنود أهي فلازم تكون في وسطية يعني في تعبير عن حبهم في تربية أبنائهم مثلاً هالعنيدينها وحين صار مثلاً قبل ما في حضانة أو هالأشياء قبل مثلاً من درسلة يعني يطلعون من عالمهم البيتوتي اللي يطلحون لبرة فحين دور الحضانات بعد مثلاً في حد عنده فرط في الحركة في حدها فيبدون يدخلهم الحضانة أنه شوي يسوون كنترول عليهم من عمر صغير تقريباً من سنتين أو سنة فيدخلهم هالأماكن عساس أن يتقل عندهم الحركة اللي عندهم فرط في الحركة وأن العنيدين خلاص مثلاً يدلعون علينا في البيت وفي هالمكان يعني ما ما يخلونهم عراحتهم يكون ممنوع ويكون حتلون هي يكون فيه كنترول شوي فخلاص تبدأ شوي شوي أن تصرفاتهم تتغير طيب مبادئ التربية الإيجابية كيف أربي طفلي منه صغير أخليه طفل إيجابي وخصوصاً نحن كعالم عربي دائماً ما تلاقي عندنا الطفل عندنا طفل وطفلين وثلاثة وأربعة فكيف أخليه إيجابي مثلاً هو صح مرة أنا دائماً أتابع قناة الشارجة مرة تابعت في أحد من المعروفين يعني في القناة يقول أصعب تربية وأصعب شيء يعني في العالم الواحد يسويه تربية الأبناء يعني صدق مسؤولية عظيمة إذا أنا ربيت الأبناء بتربية إيجابية يعني المجتمع بيكون إيجابي وآمن وتقل فيه المشاكل لكن إذا أنا مثلاً ما أطرف لأشياء ثانية مثلاً أنا مثلاً أسوي مثلاً آثار سلبية بس أنا أعبالي أنها إيجابية فهوائد تأثر عليهم طيب إذا نحكي على المدرسة بتعتقد أنه إلها دور في التربية الإيجابية وإذا إلها دور يعني نحن كأهالي بالنسبة لأطفالنا إلنا دور بالمدرسة يعني شو دورنا بالمدرسة؟ أكيد إحنا إلنا دور يعني دورنا في البيت وفي المدرسة شيء أساسي يعني إحنا في المدرسة لأن هذا الموضوع صار مهم من كم من سنة إدرجة ومادة التربية الأخلاقية هاي التربية الأخلاقية فيها عن الأخلاق وعن الإحترام هاي شيء الأخلاق والإحترام هي لها أثر إيجابي 100% إذا الشخص التزم بهالتربية بهالأخلاق يعني خلاص يعني إحنا واثقين هاي مرحلة إيجابية يمر فيها وحين هالسنة دخله بعد مادة يديدة اسمها مادة السنع الإماراتي هاي المادة صراحة وايد حلوة تصفحت الكتاب مادة جدا جميلة ولها أكيد دور أنها يتعرفون على عاداتنا على تقاليدنا على السنع الإماراتي كيف هذا روحها لأنها المادة هي إيجابية راح نتعلم أشياء كثيرة منها طبعا دكتوريا أو أستاذة سلوى الأهل مصدر إلهام الطفل وكلنا بنعرف أن الطفل هو مثل السفنجة بتتشرب أي شيء ولهيك يمكن الأهل لازم كتير يكونوا منتبهين على عاداتهم سلوكياتهم تصرفاتهم قدام الطفل لأن الطفل في مرحلة معينة بيبلش يقلد من دون ما يحس وبعدين ما فينا نيجين لهموا على تصرفات خاطئة أمكن هو بيقوم فيها أدي مهم الأهل ينتبهوا على تصرفاتهم ويحاولوا يكونوا قدوة حسنة قدر الإمكان أمام أطفالهم لازم ها شيء أكيد إحنا نكون قدوة إذا أنا بنصح ولدي مثلا بكلمة بطريقة وهذا مثلا كمثال مثلا بننصحهم على طريقة موبايل أحينا أكثر شيء طبعا كلها بالموبايل يلعبون هالأشياء إذا أنا بنفس طريقاتهم كلها على الموبايل كيف بقدر أنصح ولدي وأنا يالسة معاه بنفس الطريقة حتى معنا حين الصغار بعد لسانهم شوي غير يعني يتحسين عادي يعني التعفيل في قلبهم على لسانهم وبرادده أهي فمثال أنا بقول حقا مثلا البنت الصغرها خلي الموبايل شو تبين في الموبايل مثلا حين شو بتقولي؟ بتقولي أنت خلي أول موبايل أيوة صح وبكون معها أهي فأنا حتى مثلا أنا بكون قدوة أكون كقدوة أغير مثلا نغير سلوكنا معاهم نخلي وقت حق العائلة مثلا إحنا خلاص نحط فبانا إذا إحنا مجتمعين مثلا بدون الموبايل وقت السفرة لازم كنا نكون موجودين ولازم مثلا يعني مثلا مثل ما نقول الفعل قوله هذا عمل مثلا أنا بكلمة لازم أنا أكون مسوي هالشيء قبله لم أعطي مجال أن يقولي أنا يعني لم أعطي مجال يقولي أنت بعد نفس الشيء يكون متعود عليكي بنفس الطريقة اللي أنت عم تنصحي فيها أهي مثلا نعلمهم على الاحترام مثلا بقولي إحنا المكبار عودناهم لا تراددون لا تدخلون ماذا نشوفون الكبار يتكلمون أعطوهم فرصة لما يخلصون كلام بعدين ناقشوننا لازم إحنا بعد نفس الشيء إذا هم كانوا بينهم مثلا يتكلمون أو لها بعد ما نقاطعهم على طول لازم أوضح لهم هالشيء يمكن هاي النقطة كتير مزاجرية يمكن تدخل بإصاص الكبار بتاعت الطفل صلاحيات أكتر من اللازم لعملوا ذكرتي من شوي التليفون قداموا هم الأهل يكون عندهم رقابة على المحتوى اللي يتعرض للطفل على الإنترنت هو لازم رقابة تعافين حين بعد البرامج تغيرت عن قبل يعني أشياء هم يتابعون مثلا مسلسلات مثل احنا قلنا نقول الكبار يتابعون مسلسلات حتى الاصغار مثلا يتابعون مسلسلات على برامج الأغاني وهالأشياء لازم تكون فيه رقابة يعني شيء يناسب سنهم ويعلمهم كمان هي أكيد من أحد المشاكل التي تحصل المجتمع العربي أنه عنف الزوج لزوجته أمام الأبناء كيف يمكن أن يكون الأهل قدوا حسنة بالنسبة لأبنائهم كيف يؤثر الشيء على أبنائهم نحن قلنا لازم تكون في بيئة هادئة لازم تكون يعني هالخلافات ما تكون جدام عيالهم لأن مثلا دائما هالمشاكل بين الزوجين وهالصراخ خلاص اللي هالتعودوا على هالأسلوب حتى بينهم بين بعض كلها صراخ لأن خلاص هم تعودوا على هالشي ويشوفون أن هذا الصراخ استوعادة فيهم صح طيب السلواء التربية الإيجابية مفروض تكون مصاحبة لثقة عالية بالنفس عند الطفل كيف فينا نرفع من الثقة عند الطفل خصوصا في بعض الأطفال ممكن بسبب التنمر بالمدرسة بحس حاله أنه أقل شأنا من أصدقائه فنوين نقدر نحن نزرع في الإيجابية وأنك أنت شخص عادي وشكلك جميل وما فيك أي شي وقادر تكون شخص ناجح بالمستقبل وشخص عظيم يمكن أحيانا التنمر بيكسر هذا الشيء منهم بخليهم يحبوا العزلة والانطواء كيف فينا نحل هذه المشكلة؟ هو أكيد لازم أول شي مثلا نعودهم على مبنى الصراحة إذا مثلا حتى الطفل تشاف مثلا تصرف من أبو أو مثلا أمه أزعجة يناقش فيه ليخليها الشيء في قلبه مثلا هالأشياء اللي يكتمونها دائما هالكتم هي اللي يسبب لهم بعد من هالمشاكل فلازم تكون فيهم ثقة لازم يكونون قريبين من بعض يعني إذا البنت صغيرة أو الطفل صغير أنا عنزل لمستوى الطفل أتكلم معه مثلا بنفس طريقته أخذ من الكلام أتكون علاقتي فيهم مثلا قوية إذا تعرضوا لأي شيء أول حل يكون عندهم خلاص في بالهم هم الوالدين يا أمي أو أبوي أنا خلاص أكلمهم فيه على طول ولازم يكون ثقا بهم يعني بدون حاجز بين الأبناء والآباء طيب أخت سلو صراحة نحن أصبحنا في عالم افتراضي أكثر من أنه عالم واقعي والتربية اختلفت يعني كان الدور الأكبر للوالدين أو حتى مثلا الجد أو الجدة لكن الحين أنا شوف من وجهة نظري ضعف دور الوالدين أو ضعف دور الأسرة حتى المدرسة أنا شوف فيه تدخل طرف آخر اللي هو دور السوشال ميديا والإنترنت من وجهة نظرش مين الدور الأكبر أو الفعال في شخصية الطفل أنه يكون إيجابي هو دائما يقولون يعني هم لازم الوالدين شيء أساسي بس تعرفين احنا كم اجتمعنا بالذات المناطق الشرقية الآباء مثلا دواماتهم بعيدة عن يعني الأمارة اللي هم فيها فأغلبيتهم في أبوظبي تحصلينهم أو في دبي فتضطر الأم تتحمل مسؤولية كلها من حيث التربية وتحاول يعني قد ما تقدر أنها تربيهم لأنه شو غياب الأبو مع أنه الأبو له دور أساسي بعد لأنه شوية يكون فيه خوف لما يكون مثلا مثلا أبو معاهم يكون فيه خوف شوية هي ويكونوا حرصين مثلا خلي الأبو بس شوية يطلع من الباب تشوفين الولد تتغير التصرفات تغير لماذا؟ لأنه يعني الأبو شوية لهيبتها غير عن الأم يمكن بالنهاية كمان نحن اليوم بزمن صارت التربية فيه أصعب كثير من أيام زمن صار فيه كثير تحديات الأهالي ممكن يواجهوها خلال مرحلة تربية للأطفال أستاذي سلو شكرا كثير لألك نورتينا اليوم بستوديو صباحة نريا وطن نحن صار لازم نطلع بريك بس عندك إيات نحن صار لازم صار لازم صار لازم صورة